اهلا بكم احيات اوكرانيا اليوم ذكرى مأساة المجاعة هولودومور في ثلاثينيات القرن الماضي مأساة ادت الى مقتل اربع او سبع ملايين نسمة وفقا لتقديرات مختلفة ستة عشر دولة حول العالم اعترفت بهذه المأساة كجريمة ابادة جماعية بحق الشعب الاوكراني وادانتها عشر دول كجريمة بحق الانسانية احياء الذكرى عما ارجاء اوكرانيا وفي كييف وضع الرئيس بيترو بوروشينكو مع زوجته سنابل القمح على النصب التذكاري الذي يرمز الى الضحايا هذا وقد وقف الاوكرانيون جميعا اليوم دقيقة صمت في الساعة الرابعة مساء ووضع الالاف منهم الشموع على النوافذ احياء لذكرى الضحايا اشتركوا في القناة